أوروبيا تتجه أن ضرع شاكرة القدم حول العالم والمستديرة يوم السبت القادم إلى الليغة الإسبانية حيث مدريد وتحديدا إلى ملعب سنتياغو برنابيو لمتابعة الميرينجي والبلوغران المتصدر للليغة ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر من الليغة الإسبانية هذا وستكون هذه المواجهة ثقيلة بكل المعايير حيث سيقام اللقاء بتوقيت مبكر وخاصة للمتابعين والمحبين لكل الفريقين من الدول العربية وبعض الآسيوية أيضا لتنطلق هذه المواجهة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم السبت القادم ويسعى الميرينجي ريال مدريد لتحقيق نقاط المباراة من أمام المتصدر والبرشة الذي يتصدر الترتيب وزعامة الليغة الإسبانية منذ انطلاقها برصيد ثلاثة واربعين نقطة أمام ريال مدريد فيقف هو الميرينجي في المركز الرابع برصيد إحدى وثلاثين نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس عشر بسبب المشاركة بكأس العالم للأندية والتي توج بها بؤخرا أمام في إمارة عفوا أبوظبي الإماراتية ترجمة نانسي قنقر